تم افتتاح الركن الروسي للتعلم اللغة الروسية بمركز تعليم اللغات بجامعة الشهيدة حمال أخضر بولاة الوادي في إطار اتفاقيات بين الدولتين وجامعة الوادي والجامعة الروسية وسيكون الركن نافذة لكل الراغبين من طلبة وأفراد للتعلم اللغة الروسية واكتشافها كما يتم العمل على فتح ركن اللغة العربية في روسيا في إطار الانفتاح والصداقة الجزائرية الروسية تغضيها لعبد العالي رحومة في إطار تعاون بدأنا فيه السنة الماضية يكلل اليوم بفتح الركن الروسي وذلك تمهيدا لفتح مركز لتعليم اللغة الروسية بجامعة الوادي على غرار جامعة جزائر اثنين وجامعة بسكرا وهذا أيضا سوف يفتح التعاون في مجالات أخرى كانت لهم زيارة اليوم إلى الحاضنة العمال وإلى وحدة الباحث والمدرسة العلية الفلاحة وذلك قصد توسيع أفاق التعاون مع هذه الجامعة المتميزة ومع عدد من الجامعات الروسية في مختلف المجالات وذلك ينطلق من تعلم اللغة الروسية والذي يهم رغبة أيضا في إمكانية فتح مركز لتعليم اللغة العربية في روسيا فهذا مجال مهم جدا للتعاون ولأفاق واعدة بين جامعات الجزائرية وعلى رأسها جامعة الوادي وبين الجامعات الروسية وعلى رأسها جامعة تشريك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة